السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولعجبكم ما تنسوا الشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد اللي اجداد على القناة واللي قدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة وعلى التعليق زوين اللي كتحطوا لي بسم الله انا هنا غدي نجيب واحد للطنجرة او كوكوت انا ما غديش نسده هنا درت شوية ديال الملحة غدي ندير واحد الحبة ديال القرعة وجوج حبة ديال الطاطا غدي نضيف عليهم الماء وكنديرهم كي تسلقوا هنا ما نسدوش عليهم الكوكوت لاننا لستينا عليهم غدي البطاطا تحل احنا ما غرض نش بها هكا الطاطا ديالنا تحل عد كنرد على هكا الغلاقة صافي وكندير هكا بحل هكا كتسلق صافي هنا يرات سلقات غدي نطفي عليها البوطة وغدي نحيدها من الماء صافي وغدي نقطعها بحل هكا كنحطها نوجدها هي اللولة القرعة والطاطا وغدي نقطعها للقرعة ما نخلوها شكت سلق بزيف نقطعها بحل هكا كنقطعها على مرصوة شوية كبار ما نقطعها ش صغار صافي وغدي نجيب البطاطا حتى هي حتى هي رات سلقات ما كنخلوش البطاطا كتسلق بزيف حتى كتتحل كيف ما قلت لكم حنا ما غرض نش بها هكا تحل صافي كنحيدو لها هد القشر هنالططرة بقى سخونة أحسن بحل هكا نقشرها وهي سخونة صافي كنحطها على الجنب ونقشر الثانية صافي كنحطهم على الجنب وكنجيبو حد للكمية دي القصبر المعدنوس انا هنا قوة المعدنوس على القصبر قصبر درت هكا وريقات قلال ولكن كندير المعدنوس وكنقطعها كرقيق كنرقوه مزيان بحل هكا عندي هنا يفصيصها تدي التومة كنهرسهم كنحكوها كنضيفها على القصبر المعدنوس غادي نضيفهم في واحد الإناء صافي هنا كمدون تبلو كنديروا حد شوية دي البصلة ميبسة بودرة وكندير هنا يا حبيبات تديو البيض كندير أنا عندي هنا يا خمسة لحبات تديو البيض هاد القغاطة تقدروا تديروها بحال هكا في الفران تقدروا تديروها في المقلع لحسب اللي بغيتو اللي ما متوفرش عندها هكا الفران في الطار كنديرو في المقلع كندير شوية زيس المقطع بعد ما كنغسله مزيان كندير شوية الملحة حسب الطوق وكندير هنا يا وحد أربع كاس دي الحليب ولا عندنا القشد الطارية كنديرو القشد الطارية كندير فلفل أسود فابريكا أو تحميرا كندير بحال هكا شوية دي السودانية وشوية دي السكنجبير شوية دي الكمون صافيو كنخلط هاد التوابيل مع البيض كنخلط البيض بزيان بوح تضرب حتى كيتخلط لنا هكا مزيان قد نجيب واحد للمول اللي كيدخل الفران كنضيف عليه شوية زيت البلدية أو زيت السيتون واحد وجمعها لقبار ديال زيت السيتون كنفرشو لي في هكا في القاع ديال المول وكندهن الجوانب بحال هكا كنحطو على الجن ونقطع الطاطا حتى هي كنقطعها هكا مرصوات كنقطعها شوية غلايدة بحال هكا وده بصي فرولدتنا بحال هكا كيبغوا لنا هاد القغاطة ما كيبغوا شي ياكلوا بحال هكا اللي كان صار في وغادي نستف وحده حده وحده بحال هكا قرعها بطاطا قرعها ديالنارها طيبة شفتوا معاييرها طيبة كنستمر عليه بحال هكا وكنعمر الوسط تحتهوه كنضيقهم بحال هكا باش كندير الكيمية اللي عندي كاملة قوي عندي هنا حبيبة تسديوا البطاطا كنديرهم من الفوق حبيبة تسديوا القرعة صافيو غادي نجيب هاد الخالط وكنضيفو عليها هكا من الفوق صافيو بعد ما كنضيفو علي بحال هكا كننقاد دها كبل مع القا وكنجيب شوية ديال الجبن انا عندي هنا يال الجبن المتزرين لا محكوك وكننروح الكمية اللي بأسا بها هاده كيبقى اختياري لما مصفرش عندنا ما نديروه شماشي مشكيل غادي نضيف شوية ديال السودانية كانت تعطيو واحد نسمى الديدة انا ما تيبغيهاش ولادنا ما نديروهاش صافيو كندخلها الفران هنا رخضت معايا خمستاشر دقيقة وكانت موجودة على عافية مئة وثمانين صافي هنا يا ره طابت ثم شفتو معايا كيفاش كتجي غادي نقطع معاكم واحد المرصو باش شوفوه هنالا ما تياكلوش ولادنا هكا ما تياكلوش القرعة ما غاديش ينتبهو لها غادي نياكلوها بلا ما يحسوا بها وكتجي لديدة لديدة البنات ما نقولش لكم كتجي رائعة حل هكا كتجي فيها الطاطا كتجي فيها القرعة صافي غادي نحطوها هكا في طبق تقديم وكنقدموها بصحة وراحة سهلة وما كتضيعش لنا الوقت يعني حتى الوقت ديالنا را حتى حتى يقرب قاع الغداء وكنصيبوها ما كتعطناش ثم اشوفوا معي كيفاش كتجي نقطع معاكم واحد المرسو باش شوفوه كيفاش كي يجي متنسوش اللي اعجبكم فيديو متنسوش شاركو في القناة وتضغطو على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوصلوا بجديد اللي يجدد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة شكرا على التعليق الزوين اللي كتحطوا لي وغادي نخلكم مع الصوار ومتنسوش ليه لايك الله يجازيكم بخير الى شفتوا الفيديو حتى الاخير ونخلكم مع الصوار ونقول لكم صحة وراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة